موسيقى بسم الله والابن الروح الخدس والله الواحد امين احنا النهاردة في منطقة السعادة فرح يقول سيدنا البابا من العبالة السقفة في رحاب دير السريان دير السيدة العزراء في هذا التقليد الجميل وهي شام النسيم واحتفاظ شام النسيم في دير السريان له تاريخ طويل يقرب من ثلاثة اربع قرب من خمسين اتبار دلوقتي وحصل فيه تطورات كثير بدأ برغبان الدير وبعد كده بعض الأسقفة أسقفة الدير كده البابا شنورة أو الأسقفة كنا نقض على الحصيرة وحفلة بسيط بغاية موصل لهذه الدرجة التي سيدنا البابا في كل مرة يعني يشيد بيها ويفتح بيها وكل الأباء بيسعدوا بيوجودهم معنا في هذا الاحتفال الروحي الجميل وإذا تكلمنا عن ايد شام النسيم فهو ايد مصري قديم كالزمان اسمه ايد الربيع احنا أخذنا من قدماء المصريين ايدين ايد شام النسيم و ايد المهيروس لهم ألاف السنين بسيط شام النسيم كان دايما بيبتدي أو يكون محاده واحدة عشرين مارس لكن لما بقى واحدة عشرين مارس دايما نيجي في الصوم الكبير وحاولوه كنيسة حاولته إلى الثاني يوم عيد شام النسيم عشان نأكل فيه الأكلات التقليدية مثل الحسيخ والبصل والبيض الأكلات التقليدية اللي من زمان جدا نأكلوها عرجاتنا قدماء المصريين ولكل من هذه الأكلات معانرة الحية البيض مثلا يرمز بالتقامة البيضة يطلع منها كتكوترة منها معقولة زي المسيح وطلع من الأب هو المغلق كل الأكلات الحقيقة لها معانرة الحية جميلة جدا منها منها كلها علشان كلها تفكرنا بالأيامة تفكرنا بالربيع تفكرنا الجمال الحياة والربيع دايما زهوره بخدرته بأرمز برضي من حياتي جميلة نعيشها بالرجاء والفرح والكلمة الجميلة اللي قال سيدنا البابا النهاردة تزيل من الإنسان القلق والشاك واليأس ونعيش دايما بروح القيامة حتى في أكلنا يعني روحيا وجسديا نعيش القيامة لفراحة وبحجتها ليس في أيام الخمسين فقط بل في طول الحياة نعيش بروح القيامة وروح الربيع اللي دايما نعيش القيامة ما يجي لفتحة الربيع ونقول البابا كل سنة قدستك طيب وخير سيدنا البابا وتنعيش الكنيسة ونهنى الأبال هسقب كلهم ونهنى الكنيسة والمسيحين كلهم في مصر وخارج مصر بيهزة ليلة كبير اللي في السنة هي ليلة كبير وعيدة كامل مليد نهنيه ونرجو لهم حياة سعيدة وأن يعيش الجميع بروح القيامة وروح الربيع وروح الفرح والسعادة والاستبشار والرجاء والؤلاء كل سنة طيبين وإلى اللقاء وإلى اللقاء أيضا آخر إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة